جربت تعملي الأرنبيت بالمبشرة بعد الفيديو ده بقى مستحيل تعملي الأرنبيت غير بالطريقة دية من غير بقى سلق ولا قلي ولا تخلصي إزاست الزيت عليه بطريقة سغلة وبسيطة جدا يلا بنا بقى نشوف الطريقة الجميلة دية عملناها إزاي هاجيب بقى واحدة من الأرنبيت وطبعا ممكن تزود الكمية أو تقليلي برحتك خالص وطبعا غسلها كويس جدا وهبدأ أبشرها بقى معايا بالمبشرة زي ما انتم ما شايفين كده يعني تبقى كطع معايا صغيرة جدا لحد ما توصل معايا بالشكل ده مش هناخد بقى العرق خالص معايا معلقة كبيرة من البقدوني سولكوز برة ومقطعهم كطع صغيرة وواخدى الورق بس ومعايا كمان أرنفلفل ومقطعهم كعبات صغيرة ومعايا طمطمتين وبشرهم كويس جدا وواخدى اللحم بس ومعايا كمان معلقتين كبار من الدقيق ونص معلقة صغيرة من هارست الشطة ومعايا كمان كيس من البيكين بودر وهنزل بالتوابل معلقة كبيرة من الملح ومن كل حاجة معلقة صغيرة من الببركة والفلفل الإسود والكمون والكركم وقلبي بقى المكونات كويس جدا مع بعض بصراحة ما فيش أسهل من كده وكله في سنية واحدة أتمنى بقى لو وصلت معي لحدنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد ومعايا كمان نص كوباية من اللبن واربعة من البيض واحطهم بقى على بعض ونقلب بقى كويس جدا كده البيض مع اللبن لحد كده ما البيض يختفي تماما وهنزل بقى على الأرنبيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهسيب بقى معايا حوالي كده ربع كوباية وهنزل بآخر حاجة معايا ربع كوباية من الزيت وقلبي بقى كويس جدا عايزة أقولك بجد ريحتها خطيرة من قبل حتى ما تستوي وهجيب بقى ربع كوباية اللي شلناها من البيض واللبن وهبدأ كده حطها بقى من على الوش عشان خاطر بقى تدين اللون الدهب الجميل ووزعيها بقى في الصينية كلها بالشكل اللي انتوا شايفها دو وهاتي بقى منزل ومساحي كده الأطراف عشان ما تتحرقش معاك وهتدخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 200 هتاخب معاك نص ساعة وبعد نص ساعة هتاكلي أحلى أرنبيض شايفين بقى ما شاء الله شكله عامل ازاي وعايزة أقول لكم بقى ريحته طحفة جدا هتاكلي أحلى أرنبيض من غير بقى ولا سلء ولا قلي ولا تخلصي كده أزاست الزيت على الأرنبيض ان شاء الله تجربي الطريقة دية وتدعيلي عليها ونقطع بقى الأرنبيض بتاعنا اللازيز دا وهو سخن شايفين بقى باسم الله ما شاء الله شكله عامل ازاي ورحته خطيرة أولادك وجوزك هيعشقه وإن شاء الله تجربي الطريقة دية وتعجبك جدا أتمنى بقى لو أول مرة تشوفي قناتي أنا اسمي أميرة عشور أتمنى بقى تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله